موسيقى رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار يوفر الحماية للشعب الفلسطيني الجيش الصيني يعلن عن تدريبات منتظمة بمحيط تايوان استمرار موجة التضخم العالمي وبريطانيا تتوقع زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الثلاثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتشي نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى طالب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد أشياء مجلس الامن الدولي بتحمل مسئولياته والعمل كذلك على وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي أن الرد الحقيقي والفعال على هذا العدوان يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة وإنهاء الانقسام كما أشار إشتياء إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباسي وصل اتصالاته لوقف العدوان على غزة ناعيا الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي تواصلنا مع الأمم المتحدة وهذا العصر هذا اليوم سوف نتواصل مع الصليب الأحمر من أجل تكليف الأمم المتحدة والصليب الأحمر وكذلك بالتنسيق مع إخوتنا في مصر العربية سوف نستخدم معبر رفح من أجل توصيل كل المساعدات التي يحتاجها أهلنا في القطاع الاتصالات جارية على مختلف الصعود كما ذكرت وبشكل أساسي في مجلس الأمن وهناك تعنت إسرائيلي كبير في هذا الموضوع وإسرائيل ترفض وقف العدوان ولكن هناك جهود كبرى من المجتمع الدولي أعضاء مجلس الأمن بشكل أساسي وكما ذكرت هناك جلسة لمجلس الأمن أعضاء مجلس الأمن جميعهم يطالب بوقف العدوان فوري وكذلك هناك بيانات تنديد واستنكار من مختلف دول العالم من جميع العواصم هذه العواصم نددت بهذا العدوان على أهلنا وأعتقد أنه إن شاء الله سوف يتم وقف هذا العدوان والجهد الذي يقوم به الرئيس والجهد الدولي سوف يأتي بنتيجة كانت رئاسة الفلسطينية قد أدانت التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب ومقدساته ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من بينهم نساء وأطفال هذا وقد أوضح للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أوضح أن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو في قطاع غزة أو في جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد أضاف أبوردينة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازل يواصل جهوده مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي المترجم للقناة استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على التولي ارتفع إلى واحد وثلاثين شهيد بينهم ستة أطفال وأربع سيدات وبلغ عدد المصابين مائتين وخمسة وسبعين شخصا أدان البرلمان العربي اقتحام مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته وحذر البرلمان العربي من أن تزامن هذه الاستفزازات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال مع العدوان الإسرائيلي حاليا على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف يعرض الأمن والسلم في المنطقة والعالم للخطر ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس المحتلة ومقدستها حذرت نائبة المنصق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنصقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لينة هاستينجز من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة من جراء التصعيد الحالي وطالبت باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ووقف التصعيد لتجنب المزيد من الضحايا دعية إلى السماح على الفور للأمم المتحدة وشركائها الدوليين في المجال الإنساني بإدخال الوقود والغذاء والإمدادات الطبية كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والأونروا قد أغلقت جميع منشآتها في قطاع غزة أمام الجمهور حتى إشعار آخر باستثناء المراكز الصحية والبالغ عددها 22 مركزا هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا غدا الإثنين بطلب من دولة فلسطين لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الطلب الفلسطيني لاقى استجابة واسعة من أعضاء مجلس الأمن وشدد منصور على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مطالبا المجلس بإدانة العدوان والعمل على وقفه نفت المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة وقالت المتحدثة باسم المفاوضية العليا قالت إن مجلس المفاوضين وهو المعني بتحديد الموعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بتشاوري مع الحكومة يذكر أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في عقاب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة واستقالة نواب الكتلة الصدرية وما تل ذلك من تظاهرات بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى القدمي مع رئيس طيار الحكمة عمار الحكيم تطورات المشهد السياسي ودعى رئيس طيار الحكمة العراقي الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله كما شدد على ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفص في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنوع مصادر الدخل أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن الحكومة وضعت التربية والتعليم في مقدمة أولوياتها لما لها من أهمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية أضافت رئيسة الحكومة التونسية أن الدستور الجديد سعى لتحقيق المزيد من الدعم لثروة البلاد البشرية في ظل التحديات الراهنة خاصة تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتأقلم كذلك مع التغيرات المناخية منح البرلمان السومالي الثقة للحكومة الجديدة بأغلبية 229 نائبا ورفض سبعة نواب التصويت لها مع بطلان صوت واحد وبعد منح الثقة أدى أعضاء الحكومة السومالية الجديدة اليمين الدستورية في قاعة البرلمان أمام رئيس المحكمة العليا وتضم الحكومة الجديدة 75 عضوا بينهم نائب لرئيس الوزراء و25 وزيرا ونوابهم إضافة إلى 24 وزير دولة بالتزامن مع منح الثقة للحكومة الصومالية الجديدة وقع انفجار ناجم عن سيارة مفاخخة في نقطة أمنية بمدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبلي جنوبي صومال وأصفر التفجير عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل وذلك قرب فندق استهدفه تفجير إرهابي في الشهر الماضي ترجمة نانسي قنقر يختتم الجيش الصيني اليوم منورات عسكرية في محيط تايوان التي جاءت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة ووصفت منورات الجيش الصيني بأنها أوسع منورات عسكرية في تاريخه وهو ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واكتياحها وتصعيدا للتوتر بين بكين وواشنطن وصرح مسؤول بالجيش الصيني بأنه من الآن فصاعدا ستكون هناك تدريبات منتظمة بمحيط تايوان ربما يخفط اليوم دوي المدافع وأزيز الطائرات لكن الأزمة وقعت ما لها من دافع المناورات العسكرية الصينية الأوسع في محيط تايوان جاءت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة مما دفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بيلوسي التي تتبوأ ثالث أعلى منصب في الولايات المتحدة أثارت غضبا صينيا لا يحسب مدى فتخطى المناورات العسكرية إلى مستوى تعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية مع واشنطن وخاصة في مجال التغير المناخي والدفاع بكين تبعث عبر منوراتها انذارا مفاده قدرتها على محاصرة الجزيرة بالكامل مع قطع السبيل أمام وصول مساعدة أمريكية الصين ما لبثت أن تنهي مناورات تايوان حتى أعلنت عن مناورات جديدة بالذخيرة الحية ستقام حتى الخامس عشر من أغسطس الجاري في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية والهدف هو اختبار القوة النارية في الميدان والضربات الجوية طويلة المدى تايبيا نددت بلا توقف بهذه المناورات التي اخترقت الخط الحدودية الفاصلة في مواقع كثيرة داعية بكين إلى الوقف الفوري للتصعيد واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين أكدت أن الولايات المتحدة عزمة على التصرف بمسؤولية لتفادي أزمة بعد الرد الصيني على الزيارة والذي وصفته بغير المتكافأ نيران الأزمة الصينية الأمريكية تستعر بشدة مما يتطلب تحركات وساعة خشية نشوب صدام عسكري قد يكون متعدد الأطراف قال البيت الأبيض أن تصرفات الصين في مضيق تايوان وحوله استفزازية وغير مسؤولة وذلك ردا على تصرحات أشارت إلى أن المناورات الصينية كانت تدريبا على هجوم على الجزيرة قال متحدث باسم البيت الأبيض أن هذه الأنشطة تمثل تصعيدا كبيرا وخطيرا في جهود الصين لتغيير الوضع الراهن وتزيد من مخاطر تظاهر هذا الملف قال رئيس الوزراء التايواني سوة سينجي تشانج قال إن صين استخدمت إجراءات عسكرية تعكر السلام والاستقرار الإقليميين وذلك ردا على تدريبات بالذخيرة الحية والتي أجراها الجيس الصيني حول الجزيرة ودعا رئيس الوزراء التايواني الصين إلى عدم التمادي في الأنشطة العسكرية وأدانا ما اعتبرهم محاولات لتقويد معنويات الشعب التايواني ذكرت وزارة النقل في تايوان أن الرحلات عبر مجالها الجويست نفت تدريجين اليوم مع تتامي الصين تدريباتها العسكرية بالقرب من الجزيرة أضفت الوزارة في بيان لها أن تايوان ستواصل مع ذلك توجيه الطائرات والسفن بالابتعاد عن التدريبات العسكرية الصينية قبالة ساحلها الشرقي حتى الساعة العشر من صباح غدا لاثنين بالتوقيت المحلي إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قالت السفرة الأوكرانية في لبنان أن أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوكرانيا بموجب الاتفاق الأممي لن تصل إلى لبنان اليوم كما هو مخطط لها وأوضحت الصفرة الأوكرانية أن السفينة تأخرت دون توفير تفاصيل عن موعد وصول جديد أو سبب التأجيل هذا وغدرت السفينة ميناء أوديسا على البحر الأسود الأثنين الماضي وعلى متنها 26.527 طن من الضرة وكان من المقارر أن ترسو في مدينة تارابلوس السحلية بشمال لبنان قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولاكساندر كوبراكوف إن سفينة ترفع علم بربادوس وصلت إلى أوكرانيا وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع العمليات العسكرية في فبراير الماضي أضاف الوزير الأوكراني أن سفينة سيتم تحميلها بالحبوب من ميناء تشير نومارسك الأوكراني رويداً رويداً تنحل عقدة أزمة الحبوب العالمية من جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية هنا على البحر الأسود حيث دارت معارك كثيرة خلال الأشهر القليلة الماضية باتت سفن شحن الحبوب واحدة تلو الأخرى تنطلق من المواني الأوكرانية لوجهات متعددة مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية أعلن عن انطلاق أربع سفن شحن محملة بالحبوب من ميناء تشير نومارسك وأوديسا المركز أوضح أنه بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي تم بموجب الاتفاق الدولي الموقع في 22 يوليو بين روسيا وأوكرانيا برعاية من الأمم المتحدة يسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير بالإضافة لاستئناف تصدير شحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية وينص الاتفاق أيضا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب ومنذ بداية الأزمة أدى حصار الأسطول الروسي في البحر الأسود للمواني الأوكرانية إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب ومن ثم تفاقمت اختناقات سلاسل التوريد العالمية وأدى النزاع بين روسيا وأوكرانيا التي توفران معا 30% من صادرات القمح العالمية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية وأفد بيان الوزارة الدفاع الروسية بأنها تقوم بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية التي لا تلق السلاح وذلك دون المساس بسكان المدنيين أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقلمية في لوهانسكا الأوكرانية سيرهي هايداي أن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده على شرق البلاد على الرغم من إعادة نشر بعض القوات والمعدات في المناطق الجنوبية هذا وقد أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن عدد الضحايا من الأطفال جراء الأزمة في أوكرانيا بلغ 361 قتيلاً و703 مصابين وذلك منذ بدء العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أدان مسؤول السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جاذب بورل للأنشطة العسكرية حول محطة زوبوغيا للطاقة النووية في أوكرانيا وتام بورل القوات الروسية بانتهاك قواعد السلامة النووية فيما وصفه بالتصرفات غير مسؤولة وكان قد تم رصد قصف استهدف محيط المنشأة النووية وسارعت روسيا وأوكرانيا للتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف يترقب البريطانيون ارتفاعاً جديداً في أسعار الطاقة اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الفواتير لملايين العملاء ومن المتوقع أن تصل فطورة الغاز والكهرباء النموذجية إلى 3358 جنيها استلانياً في أكتوبر بعد أن كان متوسط الفطورة السنوية حوالي 1400 جنيه استليني فغدون ذلك انطلقت دعوات للتظاهر في إنجلترا وسكوتلاندا وويلز من أجل وقف هذه الزيادة المتقبة في أسعار الطاقة من جهتها قالت الحكومة البريطانية أنها لا تستطيع التحكم في أسعار الغاز العالمية وأنها تقدم 37 مليار جنيه استليني من المساعدة للأسر بما في ذلك خصم 400 جنيه استليني على فواتير الطاقة ونحو 1200 جنيه استليني من الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجاً للمساعدة في تكاليف المعيشة تكافح شركات الطاقة في أوروبا لتوفير كميات هائلة من الغاز والطاقة التي تستهلكها الشركات الكبرى المصنعة للأسمدة والبيترو كيمويات هذا وقد نقلت صحيفة الديل تيليجراف البريطانية عن خبراء من الاتحاد الوطني للأغذية في بريطانيا قولهم أن التكلفة العالية للأسمدة لن تسمح بزراعة ما يكفي من القمح لإنتاج منتجات دقيق كانت إحدى شركات الأسمدة الكيموية في بريطانيا قد أعلنت الشهر الماضي عن إغلاق أكبر مصنع لها في البلاد في ظل ظروف ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع الضرائب توقع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الأشهر القادمة بعد التسارع الكبير للنمو خلال الربع الثاني من العام الجاري وأشار المعهد إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعود إلى انقفاض المحتمل في نشاط التصنيع وثقة المستهلك مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز التجاري الإيطالي وبحسب بيانات المعهد انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر يونيو للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2.1% مقارنة بشهر السابق وللمزيد ينضم إلينا هاتفين الدكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد والإدارة المالية بعد التحية أستاذ أو دكتور أحمد عبود يترقب البريطانيون ارتفاعا جديدا في أسعار الطاقة اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الفواتير لملايين العملاء كيف يمكن لبريطانيا مواجهات هذه الموجة العالمية من ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغبائية أتسأل أن أؤكد أننا بنمر المتحلة صعبة جدا وهي مرحلة ارتفاع الأسعار ارتفاع في أسعار الطاقة في أسعار المواد الغذائية بنشوف معدلاتها دخل مصلت إلى أكثر من 14% متوقع أن في مرة الزيانة بنتكلم على 13% و12% بنهاية العام الحالي مشكلة الطاقة هي مشكلة شائكة جدا لأن السوق الأوروبي هو يحتمد بطريقة أو بطريقة أو بأخرى أنه هو سوق مفتوح يحتمد على الأرض والطلب ارتفاع أطعار الطاقة هو نتيجة صلة المعروض وعملية ضغط سوسي على أوروبا من أجل تفيد المعروض من الغاز ومن أجل أبعاد سياسية لأن أعلانها تفايل الحرب في أوروبرانيا بريطانيا ثاليا تواجه مشكلة لأن ارتفاع أطعار الطاقة هو مشكلة كبيرة جدا لأن المواطن هناك بيحتمل بشكل كبير على الطاقة في إستساء في فاصل الشتاء وهذا أمر يحتمر من الأكسيات الحكومة البريطانية بتحاول تواجه المشكلة الأكثر من طريقة خلينا نذكر أن شركات البترول وشركات الغاز حققت أربعة لها جدا في الفترة الأخيرة نتحدث على سبيل المثال شركة بريتش جاز حققت أكثر من سبع بليون جنيه في الربع الأخير وده ثلاث أضعاف ما تم تحقيقه فيه الربع العام السابق نفس السويب ده كان الأرضاح أقل من كده بثلاث أضعاف نحن نتحدث من شركات الغاز وحققت أربعة عالية جدا ولكن المواطن يعاني بسبب ارتفاع الأفعار اتجهت بريطانيا إلى تقديم دعم مباشر لبعض الأسر المحتاجة تخفيض الفواتير الكهرباء بمعادل بعمل بني لجميع الأسر اتجهت أيضا بريطانيا إلى محاولة رفع أعباء الضلائب على شركات الغاز والبسطول داخل بريطانيا من أجل استخدام سلخ الأموال في دعم الأسر في مواجهة الأزمة التي نشوفها حاليا أيضا هناك نعم اتفضل نتفضل نتفضل كما ذكرت دكتور أحمد هناك مشاكل عدة تعاني منها بريطانيا مثل تضخم وأيضا اتفاع أسعار المحروقات وغيرها من مشاكل الاقتصادية الأخرى هل من وجهة نظرك من الممكن أن تنجو من هذه المشكلات بريطانيا في الوقت القريب خلينا نكون وقعين أن المشكلة التي نحن نحن نحاول نعالج تبعيات المشكلة وليس أسفل المشكلة يعني أسفل المشكلة واضحة جدا وهي الحرب في أوكرانيا نقص الكميات المعروضة من الغاز قصع الغاز من روسيا الدول الكبرى مثل ألمانيا هي أسفل نستطيع معالجتها بالطريق بطرق قصادية ولكن نحن نحاول نعالج تبعيات لأزمة حالية على سبيل المثال هناك اقتراح داخل الحكومة البريطانية تخفيض معدلات الدرائب على الداخل في الفترة القادمة من أجل تخفيض العزقة على المواطنين البريطانيين ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأطعام بريطانيا وقد اتجاه شديد جدا فإنها لن تقوم برافع الرواتب لأن ذلك سوف يؤدي إلى تضخم أكثر وارتفاع أكثر في الأنعار فدي المشكلة الحالية نحن نحاول ندعم بس من غير هذه المركبات فإن ذه سوف يؤدي إلى استمار عملية تضخم الحالية خلينا أقول لحضر أن التضخم الذي نحن نواجه نحاول نوصل لمرحلة ركود الاقتصادي والركود الاقتصادي من وجهة النظر في الفترة الحالية هو أمر صحي بالأخص في ريالة الأطعام وعملية صعوبة تغطير المواد الغذائية كيف يمكن للركود الاقتصادي أن يكون أمر صحي في هذه الأقونا ونحن نعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة خلينا أقول حصيك أن الركود الاقتصادي هو نتيجة نحاول حاليا نحن عندنا عملية استفاع في الأسعار وتضخم عالي جدا فإن اتجاهنا إلى تحصيز التضخم ده سوف يؤدي إلى عملية ركود الاقتصادي وانت حضرت وذكرت في المنشيط نفي انخصاص عملية الانتاج وعمليات الصناعة وأيضا انخصاص في معدل داخل القومي ومعدلات النمو الاقتصادي نحن كنا نكلم على اتفاع في معدلات النمو الاقتصادي بعد أزمة كورونا وخلينا نقول مع بعض أننا كان عندنا أزمة كورونا كان فيه ركود شديد كان فيه عدم نمو الاقتصادي كان فيه مشاكل كثيرة جدا بعد أزمة كورونا فده لنشوف عملية نمو الاقتصادي متزايدة في معظم الدول ومعظم الدول داخل الدول التي تقدمها مثل أوروبا وأمريكي وأيضا في الأسواق الناشئة يعني نشوف نتساع معدلات النمو في الأسواق الناشئة في وسط آسيا وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط معدلات النمو ميزة جدا ولكن للأسف نحن حاليا بيواجه أزمة تدخم عليها جدا ودايما يكون الحل المباشر لأزمة تدخم هو أن احنا يكون عندنا ركود اقتصادي فتتبقى يكون فيه خصوات في القطاعات وبعد كده ممكن نحاول إعادة تحقيق النمو الاقتصادي مرة أخرى وإحنا نحاول ناخد خد النشوية للنمو الاقتصادي لأننا فيه فئات اقتصادية أو فيه فئات صعبة عليها مواجهة التدخم الذي نشوفه حاليا وبالأخص أنه بدأ يمس السلع الأكاسية يعني نتكلم على تدخم في أشياء لا تمثل أسر نعم نتكلم نتكلم على أشياء تمثل سواء الغذاء أو التدفئة أو هي أشياء لأشياء أساسية بالتأكيد دكتور أحمد وصلت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا لدكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد والإدارة المالية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي منقشة مشروع الموازنة والذي اقترحه الديمقراطيون الذي يعزز المجموعة الواسعة من أولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك بشأن المناخ والطاقة والصحة والضرائب وقد يمنح مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة الموافقة النهائية على مشروع الموازنة الذي يأتي في 755 صفحة وذلك يوم الجمعة المقبل في وقت يأن فيه الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة أعلى معدل تضخم منذ أكثر من 40 عاما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي المنقسم على بدء مناقشة مشروع الموازنة الذي يعزز من أولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك بشأن المناخ والطاقة والصحة والضرائب بايدن الذي وعد بإصلاحات كبيرة لدى دخوله البيت الأبيض وصف مشروع القانون بأنه تغيير في قواعد اللعبة للأسر العاملة حيث يشمل التشريع المعروف رسميا بقانون الحد من التضخم 370 مليار دولار لأهداف مناخية طموحة و64 مليار دولار للرعاية الصحية ويسعى مشروع القانون لتحسين الأسعار الباهضة للأدوية مثل الأنسولين في محاولة للتخفيف جزئيا من عدم المساواة الهائل في القدرة على الحصول على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة كما يهدف مشروع القانون إلى خفض العجز الفيدرالي عن طريق إقرار ضريبة الحد الأدنى على الشركات وهي 15% على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار ويحظى التمويل المقترح بشعبية لدى الأمريكيين وفقا لعدد من استطلاعات الرأي لكنه أدين بشدة من قبل الجمهوريين الذين يقولون أن بايدن سيشعل تضخما قياسيا ويحث بايدن الكونغرس على تمرير القانون دون أي تأخير وخاصة أنه يبحث عن انتصار سياسي قبل أقل من مائة يوم على الانتخابات النصفية التي ستجرى في نوفمبر المقبل ذكر مركز أبحاث رسمي في كوريا الجنوبية أن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر متزايدة بسبب ارتفاع معدل تضخم وتفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية وذكر مركز الأبحاث في تقريره الشهري للتقييم الاقتصادي أن رابع أكبر اقتصاد في أسيا يسير في مسار التعافي المتوسط لكن المخاطر تتزايد في قطاع الصناعة ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التباطئ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين هذا وقد اتصاعدت المخاوف بشأن التضخم المصحوب بالركود بسبب الغموض الاقتصادي المتزايد والناجم عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ورفع بنك الاحتياطي الأمريكي لمعدلات الفائدة بصورة كبيرة رفعت بنجلاديش أسعار الوقود بنحو 50% في خطوة ستقلص عبء الدعم لكنها ستزيد من الضغط على التضخم الذي تجاوز 7% ويعد اقتصاد بنجلاديش الذي يبلغ حجمه 416 مليار دولار أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم منذ سنوات ولكن اتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى زيادة فاتورة الوردات وصل وزير الخارجيات الأمريكية أنتوني بلينكين إلى جوهانسبرغ في المحطة الثالثة بجولته التي تشمل خمس دول وحضر وزير الخارجي الأمريكي اجتماعات رابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان في كامبوديا كما التقى في فلبين مع وزير خارجيتها ورئيس المنتخب حديثا للبلاد وبعد زيارة جنوب أفريقيا من المقرر أن يزور بلينكين أيضا الكونغو الديمقراطية ورواندا أعلن الحزب الديمقراطية الإيطالية أنه توصل إلى اتفاق مع اليسار والخضر بشان الانتخابات التشريعية والتي ستقرى في سبتمبر يواجه اليسار ضغوطا منذ انهيار اتلاف الوحدة الوطنية الذي يتساعمه رئيس الوزراء ماريو دراقي وستنظم الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من سبتمبر بينما تشهد إيطاليا المثقلة بالديون تضخما كبيرا ومخاوب بشين إمدادات الطاقة بسبب أزمة أوكرانيا تبدأ كلومبيا حقبة سياسية جديدة بتنصيب جوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخها ويعد بيترو بتحولات جدرية في بلد يعاني مشاكل كثيرة هذا وسيؤدي بيترو البالغ 62 عاما اليمين أمام عدد كبير من المدعوين الكلومبيين والأجانب يذكر أن السنتر السابق بيترو كان قد تخلى عن التمرد المسلح قبل ثلاثة عقود وقال خلال مراسمي تسبق تنصيبه أن الحكومة الأولى التي يأمل في تشكيلها قريبا ستكون حكومة سلام طلقت كوبا عروض مساعدة من دول عدة بعد أن طلبت الحصول على دعم للتعامل مع حريق هائل في مستودع للنفط أصابته صاعقة وأدى الحريق إلى وقوع انفجارات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 121 آخرين بجروح وفقدان 17 آخرين وقال الرئيس الكوبي ميغل دياز أن إخماد الحريق قد يستغرق وقتا لذا طلبت كوبا المساعدة من عدد من الدول منها المكسيك وفنزويلا وروسيا قال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور أن نتائج اختبارات الرئيس الأمريكي جو بايدن لكورونا جاءت سلبية لليوم الثاني على التوالي وأضاف طبيب البيت الأبيض أن بايدن سيعود إلى المشاركة العامة والسفر كانت الاختبارات أثبتت إصابة بايدن بالفيروس لعدة أيام بينما وصفه الطبيب بأنه تكرار للإصابة شهد في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يتناولون عقار باكسولفيد المضاد للفيروسات قالت لجنة الصحة الوطنية أن بر الصين الرئيسي سجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 390 إصابة مصحوبة بأعراض و478 بلا أعراض هذا وسجلت الصين نحو 704 إصابات جديدة في اليوم السابق منها نحو 361 إصابة مصحوبة بأعراض و343 بلا أعراض ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226 فرضت السلطات الصحية إغلاقا بمنتج عيسانا في جنوب الصين والذي يضم نحو 80 ألف سائح وذلك لوقت انتشار فيروس كورونا في المدينة الواقعة على جزيرة هينان الاستوائية وقالت السلطات أنه على السياح الراغبين في مغادرة المدينة الحصول على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا بعد إجراء خمسة اختبارات بي سي آر على مدار سبعة أيام ويأتي الإغلاق خلال ذروة موسم السياحة في سانيا المشهورة بمنتجعاتها وشواطئها قالت السلطات الروسية أن روسيا سجلت أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعة الـ 24 ساعة الماضية وأفاد فريق العمل الروسي لمكافحة كورونا بأن ذلك هو أعلى رقم منذ 28 مارس الماضي مضيفا أن الوفيات بسبب كورونا بلغت نحو 44 حالة خلال الفترة نفسها أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل نحو 18738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 44 مليون و145 ألفا و732 إصابة أضافت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 40 وفا جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و689 وفا أوضحت الوزارة أن عدد الحالة النشطة في الهند بلغ 134 ألف وتسعمائة و33 حالة مشيرة إلى أن عدد المتعافيين من الفيروس بلغ 43 مليون و484 ألف و110 أشخاص وذلك بعدما تعافى 18 ألف وخمسمائة وثمان وخمسين شخصا خلال 24 ساعة الماضية أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 7500 إصابة بمرض جدر القردة هذا العام وهو أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت الخميس الماضي أن تفشي المرض يعد حالة طوارئ صحية عامة يأتي ذلك فيما تم تسجيل 28 ألفا و220 إصابة بالمرض في 88 دولة على مستوى العالم أهلا بكم مشاهدين كرام من جديد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية المستدامة جاء ذلك خلال اجتماعا للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة مكون الهايدروجين الأقدر للمنظمة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ لاتجاه نحو الاقتصاد الأقدر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بالعمل على توطين صناعة أجهزة التحاليل الكهربائية الذي تعتبر أماد هذه الصناعة كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات امدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية وذلك في ضوء ما تمثله امدادات التاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية كما اطلع الرئيس السيسي على مشروعات الرد الكهربائي مع دول الجوار خاصة السعودية واليونان وكبرس استقبل رئيس مجلس الشيوخة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أسفير الكوري الجنوبي بالقاهرة هونج جين ووك ورحب المستشار عبدالرازق بسفير الكوري الجنوبي في القاهرة مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواصم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين ومشيدا في الوقت ذاته بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة من جانبه أشهد سفير الكوري الجنوبي بالقاهرة بما تتسم به العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مؤكدا حرص كوريا الجنوبية على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات كما أشهد السفير الكوري الجنوبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة أكد السفير الكوري الجنوبي كذلك على الحرص على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين مشددا على سعيه لتكوين جمعية صداقة برلمانية بين البلدين ووجهت دعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة كوريا الجنوبية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين صدق الفريق أول محمد زكي القاد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2023 وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكبر القبة اعتبارا من الاثنين الموافق الخامس عشر من أغسطس الجاري ولمدة شهر في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح سيسي قامت وزارة الداخلية بدعوة براعم وشباب حي الأصمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيه تم اصطحاب براعم وشباب حي الأصمرات إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم لممارسة جميع الألعاب الرياضية بالاتحاد احنا عايزين أهلنا لما يجوا في الأماكن دي نساعدهم أكتر مش بالفرش وعايزين نبقى معاهم عايزين نبقى معاهم عايزين نساعدهم أكتر نعلمهم أفضل نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبداء للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاتنها حي الأصمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعدادا كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأصمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفهي حيث تم استحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية مليون تحية لللي قال حق الحياة دنيا جديدة لللي عاوزت ونجاة يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان يا فتحت باب علمناي معنى الحياة مليون تحية لللي قال حق الحياة دنيا جديدة لللي عاوزت ونجاة يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان يا فتحت باب علمناي معنى الحياة النهاردة ما كناش نتخيل إن إحنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة جميل جداً وفي حاجات حلوة جداً اللي جمعنا كنا مع بعضينا وقالنا نجا شوف الناس تحية الشرطة واتحاد الشرطة قرمنا وشرفنا تشريح حلو وكان يوم النهارة كان جميل حياتنا بقت جميلة جداً لما رحنا لأثمارات مكان جميل جداً وتطور جداً وبقيت متصورة جداً في دراستي وبقيت بروح أماكن جديدة الحياة بتاعت تغييت 100% أنا كنت في الأول عادي ما فيش أي حاجة أصلاً كاتب لي أول ما رحت الأثمارات قدمت ساعتها في النادي كل أفكار اللي كانت في دماغت غيابت أصلاً ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب أن يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات بخاصة قاتنوا بداء للعشوائيات فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا وفرحهم بصراحة أنا موجود لو نادي الشرطة والمدينة والأثمارات عاماتاً يعني بديتني حاجة أنا مكنتش في المدينة الأولانية في المنشاة أنا مكنتش لقيها هناك ما كانش فيه نوادي ما كانش فيه قصور ثقافة هنا في الأثمارات فيه قصور ثقافة بنطلح فيها مواهبنا في النادي بنمرس الرياضة اللي احنا بنحبها شكر للينا دا وده فرصة للحياة حق الإنسان يا حلم حتى وبنا ورأى العالم كله بكدة حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معاه شكر للينا دا وده فرصة للحياة حق الإنسان يا حلم حتى وبنا ورأى العالم كله بكدة حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معاه شكراً جداً لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطة شكراً للمشاهدة هنعرف للكون يعني إيه إنسان جديد وبناتنا تعالى وبالإرادة الخريزي عرفتنا إزاي هنبني مصر الجديد الله معاك كمن ويالله إحنا وراء كنش متخيلة إن اليوم يبقى جميل كده بجد بشكركم وبشكر رايس وبشكر وزارة الداخلية وبحبك يا رايس فرحانة جداً أنا نجيت قبضيت اليوم ده وموجودة قصة الزابطات والزباط وفرحانة جداً وبشكر رايس لإهتمامه بينا ويرين حياتنا الحقيقة أجمل وبشكره جداً تحية مصر تحية مصر تحية مصر مبادرة هي الأولى من نوعها تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهمية يوماً بعد يوم ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية بخاصة قاتل المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية لتوفير حياة كريمة لقاتني هذه المناطق بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على حياتنا الجديدة وعشتك جداً أن أنا جيت نادي الشرطة وبشكر سيادة رئيس جداً أنه هو على الدعوة الجميلة دي شكراً يا رئيس على كل حاجة أنت عملتان احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأصمرات وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع عبدالبركات التلفزيون المصري وصلت وزارة الداخلية حملاته يومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 85 طن مواد غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 8 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 77 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 714 قضية من بينها 158 قضية خبز نقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 15 طن أقماح محلية بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة ثالثة من التلفزيون المصري لم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العالم رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار يوفر الحماية للشعب الفلسطيني الجيش الصيني يعلن عن تدريبات منتظمة بمحيط تايوان استمرار موجة التضخم العالمي وبريطانيا تتوقع زيادة في أسعار الكهرباء والغاز مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة شكرا لحضراتكم ودنتم في أمان الله إلى اللقاء